اشتركوا في القناة اليوم الجميلة ايضا في هذا الختام المتميز ختام تمهيدي المرموم في الانطلاقات المتميزة والخمسة كيلومترات هي الفيصل بين هذه النوعية المتميزة نتابع معكم ونبحر ايضا في المراكز العشرة الاولى المقررة اذاعتها رسميا وهنا على الصدارة وعلى المركز الاول شاهين لسيد احمد بن سيف بن سالم ان يأتينا على الصدارة وعلى المركز الاول المركز الثاني يأتي هنا حفلان لمحمد بن سلطان بن رشيد لقتيبي من يأتينا على المركز الثاني وثالث المراكز مياس لحميدي بن سالم بن حمود العمري من يأتينا على المركز الثالث بينما المركز الرابع لافي لعبيد بن محمد بن مرخان من يصل بهذه الانطلاقة المركز الخامس المركز الخامس والتحديات الجميلة وهنا مياسر سعيد بن حمد بن سود العامري من يأتينا على المركز هذه اللحظات الخامس وسادس المراكز شاهيين الراشد بن علي بن عبيد بن غدير لاجتبي وهنا سلهود مطر بن محمد بن ظبيعة لاجتبي من يأتينا على المركز هذه اللحظة شاهدونا حفلان على الصدارة على المقدمة على المركز الأول سلام 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 يا العوير سلام لا تقول له شيء بمحمد خلاص 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 ما يستاهل ما يستاهل بهذا الأداء والعرض الجميل لتهانينا والنموس على هذا الفوز المستحق لحفلان المركز الثاني شاهين أحمد بن سهل بن سالم النياد المركز الثالث وصل مياس لسيد حمد سيد بن حمد بن سود المركز الرابع لسيد أيضا من وصل أحمد بن سهل بن سهل بالشرقي وفي المركز الخامس سادسا زيد بن عبدالله لعطوي سابعا لي أيضا علي بن عبد بن غدير سابعا لقائق وحفو